192 مليون درهم هو مجموع ما أنفقته الأحزاب السياسية المغربية برسم سنة 2012 أكثر من 80% من هذه المبالغ سرفتها 5 أحزاب فقط هي العدالة والتنمية وتجمع الوطني للأحرار الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وذلك حسب تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية تقرير كشف أن بعض الأحزاب لم تقم بإرجاع ما لم يصرف من مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة والتي تقدر بأزيد من 5 ملايين درهم كما أعاب على أحزاب أخرى عدم تقديمها للمستندات والوثائق الكافية لتبرير نفقاتها المجلس الأعلى للحسابات والذي يرأسه الوزير الأول الأسبق إدريس جطو دعا الأحزاب السياسية في خلاصات تقريره إلى اعتماد نظام محاسبة يتوافق ومقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسباتية مع مراعاة الملأمات المنصوص عليها في المخطط المحاسباتي الموحد للأحزاب السياسية كما أوصت تقرير السلطات الوصية بضرورة الحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها والمتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء في حق الأحزاب التي لم تكن بعد بهذا الإجراء القانوني ترجمة نانسي قنقر